الأمر الآخر الصيام هذا الصوم سبب من أسباب العتق من النيران بإذن الله ولذلك الله جل وعلا خص الصيام بجملة من الخصائص وميزه بجملة من المزايا ومن جملة ذلك أن لله عز وجل في كل يوم وليلة عتقاء من النار هنيئا لك يا عبد الله هنيئا لك يا أمت الله يا من أخلصتم النية وأصلحتم الطوية يا من صمتم لرب البرية يا من عبدتم الله جل وعلا عبادة شرعية أبشروا فإن فضل الله كبير والله جل وعلا يعتق في كل يوم من أيام رمضان رقاب من النار والله جل وعلا رحيم بعباده فأحسنوا الظن بربكم واسألوه أن يجعلكم من عتقائه من النار